نظمت سلطة المحلية بمديرية المنصورة فعالية إحياء أربعينية الفقيد الشاعر محمد سالم البا هيصمي بحضور مدراء عموم مديريتي المنصورة أحمد الداؤودي ودار سعد عبود الحالم ومدير مكتب الثقافة بعدا الموسيقار أحمد بن غودل ألقى وكيل محافظة العاصمة عبد الحكيم الشعوي كلمة أشار فيها إلى إسهامات الفقيد في إثراء المشهد الثقافي ودوره في تعزيز الهوية الثقافية وكذا بعض أعماله التي تناولت قضايا الناس وهمومها مجيدا بدور قيادة سلطة المحلية بمديرية المنصورة في إقامة هذه الفعالية كما ألقيت عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن مناقب الفقيد ودوره الثقافي والاجتماعي وفكره المستنير وذلك من خلال تأسيسه للمنتدى والنهوض وتنشيط الفعالية والأنشيطة الثقافية والفنية وكذا حل حلت قضايا ومشاكل المواطنين